الزمالك في الموسم الحالي لدى بعض طبعا الجماهيره ألأ من المستوى الظهر به نال زمالك ختم الموسم اللي فات بالحصول على بطولة الدوري عن قناعة وعن أداء فني مميز جدا في وجود أشرب بن شري وفي وجود ثلاث أو أربع لعبين كان ليهم دور كبير جدا وهم يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله نمار وحسام عبد المجيد إلى جانب كمان أحمد سيد زيزو آه طبعا كل اللاعبين ليهم دور لكن أنا بكلمك فجأة هذا الموسم الأربعة من اللاعبين المؤثرين جدا داخل نادي الزمالك مش موجودين وهم أشرب بن شرقي اللي راحل على نادي الزمالك ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وسيد نمار يمكن الأداءه مش زي الموسم اللي فات خلال المباريات اللي شارك فيها نادي الزمالك خلال الفترة اللي فات تم تجديد التعاقد أو تمديد التعاقد وتعديل التعاقد يوسف أسامة نبيه مع نادي الزمالك لكن يوسف أسامة نبيه تحديدا هو كان أفضل بديل لأشرب بن شرقي ولكن حتى الآن ما خدش فرصته ما بكلمش على إنسان يوسف ابن أسامة نبيه أنا بكلمك على اللاعب يوسف أسامة نبيه اللي هو ما ليش علاقة إن أبوه موجود في الجهاز الولد من صغره هو هداف الجمهورية وهداف فرق الشباب كان بلعب في إنبيه وتعمد أسامة نبيه إن تقلق ناجله يبقى خارج نادي الزمالك وبالتالي فيه قناعة كبيرة باللعب ويمكن إحنا البرنامج الوحيد اللي استضافناه وقتا ما كان هداف لفرق الشباب فجأة بقى فيه طبعا لصالح الصفقات الجديدة اللي لسه لم تعبر بشكل كبير عن نفسها وعن قناعتها يمكن شوية مصطفى شلبي شوية عمر السيسي لكن لغاية دلوقتي بعض الصفقات اللي انضمت لنادي الزمالك لسه ده يمكن واحد من الأسباب الرئيسية اللي أدى إلى تراجع نادي الزمالك أو تزبزب الأداء مش زي الأول اللي هو إيه؟ أشاب بن شرقي مش موجود يوسف وثمانة بيه سيف فاروق جعفر سيد نمار الحماس اللي كان عند اللاعبين الشباب فجأة لقيت في الموسم الجديد التلاتة مش موجودين وكمان أشاب بن شرقي رحل عن نادي الزمالك موسيقى موسيقى